الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في سورة ياسين وأرجو من الدعاة إلى الله تعالى الذين يسمعون هذه الكلمات أن يذكروا المسلمين بها يقول الله تعالى واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلموا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى آخر الآيات الآيات دي آيات عظيمة وهذه الآيات فيها تسلية للدعاة إلى الله تعالى وبيان للحق وما يواجهه أهل الحق من الابتلاهات وبيان لأن الله تعالى أكمل الحج على عباده ما ترك لهم من شيء يحتجون به أمامه على عدم قبول الحق أو على عدم ايتيان الحق إليهم بل جاءهم الحق قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله إلى آخر الآيات فرب العزة والجلال قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية دي مدينة والدليل علينا مدينة أن الله تعالى قال وجاء من أقصشن المدينة معنى القرية دي رب العزة والجلال قال عنها قرية وقال عنها مدينة وهي مدينة وقرية وهذه المدينة بعضهم قال أنطاكيا وقال هذا الرجل هو حبيب الإسكاف كان يعمل إسكافا يعني بصلح النعال وبيعمل النعال إلى آخره وقال بعضهم كان يعمل نجارا حبيب النجار وقال السعدي رحمه الله هذا كله لم يثبت في آية أو حديث نحن علينا بالعبرة نأخذ العبرة من الآيات ومن القصة والقصة كافية لا تحتاج لأسماء أصلا قال لك مدينة أو قرية الله رسل لها سبحانه وتعالى رسولين معنى هي بس مدينة رسل لها رسولين ولما كذب أصحاب هذه القرية وأصحاب هذه المدينة الرسولين عزز الله الرسولين برسول ثالث أسأل له الرسولين أتاني عزز الرسولين وأيد برسول ثالث فكان مجموع هذه الرسل أو هؤلاء الرسل أنهم ثلاثة إلى مدينة واحدة فهل ترك الله لهم حجة ناس المدينة ذلك ترك لهم حجة ما ترك لهم حجة فكيف قابلوا الأنبياء والرسل قالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا مفروض تكونوا ملائكة وده ما مفروض لأنه لو كانوا ملائكة كيف اقتدوا بيهم الملك عنده أجنحة هذا اللي اقتدوا كيف ما عنده أجنحة الملك ما بيأكلوا ما بيشرب ديل بيأكلوا بيشربوا الملائكة ما وإلى آخره من صفات الملائكة التي تختلب عن صفات شنو البشر والرسل ديل من البشر عشان الناس اقتدوا بيهم فرب العزة والجلال وفق الرسل للرد عليهم وأن الواجب على هؤلاء الرسل البلاغ المبين قال لهم الرسل رد على هؤلاء القوم بأن الواجب عليهم تبليغ هذه الدعوة لما قالوا لهم قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون الرسل رده قالوا ربنا يعلموا إنا إليكم قبل قالوا مرسلون هنا قالوا إنا إليكم لمرسلون كلام مؤكد لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين الواجب علينا نبلغ والبلاغ المبين لكن الهداية بيد الله نحن علينا نبلغ والبلاغ المبين الواضح المفصل شكية الداعي لله تعالى ما يلف ويدور ويغش الناس يجيون عدي يوريون البلاغ المبين والله الذي لا إلى غيره فاصل لهم وبلغوا بلاغ مبين واضح يفهمه العدو كما يفهمه الصديق ويفهمه الصغير كما يفهمه الكبير وتفهمه الأنسى كما يفهمه الذكر دعوتك تكون واضحة واليوم اللي بتكون دعوتك واضحة القبلة الحق ده بيقبلوا وبعدين بيكون ما بتحتاج لك ترشرح معاو لأنك أصلا انت فصلت والدعوة دي واضحة الله واحد وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام هتعلم في شنو الناس بذعلانة ليه زول تقول لي الله واحد في الشدايد عترت ما تقول يا برعي القوم ولا تقول يا مكاج ولا كباش ولا صايم ديمة نادي الله زعلان ليه زول له ودعوة تكون واضحة زي دي كذي قال لي ما تنادي الشيوخ ما تنادي الأموات ما تنادي الذين فارقوا الدنيا عملوا لانقباب واتبرقوا بالأتربة ويفلان الحقنة ويفلان أفزعنة ما عندهم شيء والله ليس لك من الأمر شيء الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى قال تعالى في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كلامنا مش واضح كان الله مساك بيضر غير الله ما بيكشف الضر شنو معلقين لهم حجبات هجاب سكين وحجاب محبة وحجاب رزق وبلاوي ومصائب النازل ما بصدقوا الله سبحانه وتعالى قال قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا شنو معلقين كمون وبلاوي ومصائب في البلد دي والله الذي إله إلى غيره ويلحقون يا ناس فلان وافزعون ومصائب تفضل عليكم والسلام ومصائب كثيرة جدا وبلاوي أشكر رب العزة والجلال قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله يا أمة يا ناس بعد الله هداكم وعرفت التوحيد هنا تكتب الشهادتين تاني اتنادوا الشيوخ يا شيخ فلان يا شيخ علان والله إن ما تبتوا الله سألكم يوم القيامة ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا والله الله يسأل الناس يوم القيامة نساوين المعلقات سورة الشيخ في الأوضة والمعلقين سورة فلان في الركشة وصورة فلان في الدكان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صيح البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره ابن القباب وابن فوق الميت ابن له في الكنائس وفي غيرها وذيل هنا ذيل ابنه في المساجد ويدفنوه في المسجد شو عليك الله الناس دي قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله ما كلام خطير عليك الله السماء دي ما بتغنع الناس إنه الله عظيم النجوم دي ما بتغنع الناس يأتي يوم طفت يأتي يوم السماء دي وقعت في الناس يأتي يوم الأرض دي يا أخي الله مسبت الأرض السماء خلق السحاب يجرية الأنهار الناس تشرب من مؤيتها تأكل من السمك تركب السفن تبشي البحار هناك طلع اللؤلؤ نعم نازلة من الله سبحانه وتعالى يرزقون كل يوم يعافيون ناس ما أشاه زول تلقينهم وهسائق العربية بعد شوية يصحى كان ممكن أعمل حادث الله حفظه والله الذي لا إلى غيره واحد تلقاه سكران من محل السكر ليه بيته الله يحفظه سكران عصى الله بدل تلين في عربية تطقه والليلين في سكران تاني يطعنه الله يحفظه يترتع ما قادر يمشي يمسك في الحيطة ويتحك بالحيطة زي الغنماء لما يصل بيته الله حافظك يا أخي ما تشكر الله سبحانه وتعالى تمشي للشيوخ يا أخي يلحسن من المحن واتبدر من الفقر وفي العلفون أسرع من التلف ويأخ عندهم شنوديل ويأخوا تحسون من المدفونة دفن منه ذاته ودفن ليه ودفنوا شنو ذاته كله هواس ولخبة خوفوا النساوين خلوه نرجفا والشيخ كما الشيخ ده بيتبين فيكم يتبين ماله هو مختفي ماله لما يتبين والشيخ ماله ذاته شيوخ كلهم بتعمى ضره إلا من رحم الله تعالى والله الذي إله إلى غيره شيوخ بتعمى ضره الجماعة دين يا غنى قبل أيام يوم اللحد الفاد مشيت هناك جم كنار واحد من أخواننا ببيح سهاريج جا واحد عامل اشتغل له بعدين داق عقيدته في الشيخ بعدين أخونا داق قال لي أوي فك المكاشف قال لي خلي عقيدتك في الله تمام كلام داقعب فك المكاشف خلي عقيدتك في الله قبل على أخينا داق قال لي هو يا زول والله سهاريج يقلب لك بعر قال لي شو علاق الله المضرة دي قلت لي التناس كن دالي إلا المضرة بس ما تقلب البعر سهاريجته أقلب البعر سهاريج نرفعه فوق راس راكوب تقدير عشان تقعبك يا اخي ما معقوله يا اخي تغش الامة وتخوفون كل ما تخاف من الشيخ ولا تعلق حجاب ولا تعتر تنادي الشيخ والله كلامنا ده شايف ويتعين في الدنيا لكن الكلام ده بعدين خطير ده كلام نهاية جنة ولا نار والله الذي لا الى غيره تكون واحد الله برحمك يدخلك الجنة تكون عقيدتك في الشيخ ولا في قبة ولا في صنم ولا في الشمس ولا في بشر ولا في غيره تعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله والله تتورط إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مخايفين على الناس نحن أصواتنا دي عارفين الله بن شرى تخش للناس في بيوتة جوة هناك والله في مرأة عجوزة والله الذي لا الى غيره عمره فات المية والله يعرف أنا كبير في السن المرد هناك في منطقة في الجزيرة تقولي يا ناس فلان الحقونة ويا ناس فلان وفلان مشيت ليها مرة بعدين الجماعة الكهربة بتقطع معاقض عات الكهربة قلت له نهو والله في قبر وبعدين القبر دفي وكذا وكذا والمهم أحصتهم وقاعد أذكرها بعد شوية قاعد لايه والله والديه تاني لشيوخ لاي شيء الله بس قاعد لايه خشت في عملية بعد ما رجبت جيت بعد فترة قاعد لايه والله بس الله بس قاعد لايه في العملية أقول يا لطيف يعني يا ألطف ويا لطيف كذا وكذا وأدعو الله عدت فترة لكبن الإزعاف من أهل المستشفى كبير في السن واحد من زريات من المهم قال لها قال لايه أقول يا شيوخ قال له يا الله بس ما ينفع نفسهم بعدين يا الله بس لما ماتت الحمد لله ماتت على العقيدة حسابه الله حسيب وناس كتار زي ديل فيهم خير تذكرهم بها الله بيرجعوا للحق ياخذوا لموت عقيدته في مكاشف في شيوخ في برعي في صايم يخش قبره يخش مع الشيوخ ولا عقيدتك فيها الله البرحة مكفوك الأرض وتحت الأرض عقيدتك في منوت يا أخي رب العزة والجلال الذي قال عن نفسي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب من نهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يا ناس غيروا ما بأنفسكم أقعدوا توبوا لي الله أرجعوا ليه قل لي الله هذه الحجبات جذعناه كمون جذعناه شيخ ما عندنا لشي تاني لا ابن نادي لا عنده شيء أي شيء عندك يا الله كان يرحمكم عشان يرحمكم سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا زول البرق كر اضرب ابرق واحد يجر جوه الغوضة يا زول ما لك الله يقول لك البرق ده خوفنا عديل كذي والتاني عنده زرع في الخلع ولكن الحمد لله البرق ده معناه شكل جاية مطرة الله يجيبه ده طمعا في المطرة وده خايف دخل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء بعد قال وهم يجادلون في الله عليك الله ذيل فيهم خير قولك الله براو فهي الله براو أنت عندك شك وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء زول عليك الله يده بساطة كذيه سواء عديل مصطرة بتمسك موية والليل يعمل زي القورة كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال نساوين دل والله والله في وحدات ما بيعتبرن المرأة الله يديها جنة تزعى شهور تتوجع يدخلوها المستشفى تقول يا لطيف أمرقني من دي خايفة تموت في بعد شوية الله يسر لها الولد يمرق ثم السبيل يسره الجنة يمرق مش وفروض المرأة تحمد الله النجاة من المصيبة دي تاني تمشي والله الشيخ أنا عندي دهبات راحا يا مرأة تروح الدين عشان دهبات في شيخ بعرف لك دهبات من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله راحة الدهبات تسألها الله يرجعه وافتح بلاغ رجعنا الحمد لله ما رجعا قال الله بديك أحسن مني إنه في الآخرة كان صبرت بديك جرزاته على إنه راحا إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب أشكد الرسل جيل لما أقوام جادلون في النهاية الأقوام قالوا للرسل إنا تطيرنا بكم يعني تشاؤمنا بكم لإن لم تنتهو كما وقفت الدعوة دي لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم الرسل بخاف من الله ما بخاف من الناس عقيدة فيها الله عظيمة قالوا طائركم معكم يعني سبب الشر منكم أنتم للشرك سبب الشر والمعاصي سبب الشر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أي إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أنتم مسرفون يعني مجاوزون للحد متجاوزون للحد النغاش شغال قال لك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الرجل دمان به ولا رسول لكن ذو الحق وقبل دعوة الرسل وجاء من أقصى المدينة هناك رجل يسعى رجل الله في القرآن قال لك زي دير رجل لما نقول عن زول عنده موقف في الدين رجل معنا هذا رجل ججد والله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسعى موضوع حاميه ودار ينصر الحق يا ريت لو الناس الآن بتنصر الحق إلا من رحم الله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يا ناس تابعوا الرسل قال لهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا ما دارين منكم قروش ولا حاجة الدنيا واسد دجاليون الدجالون دارين قروش دارين يعظمون وعملون في دجال بديك محايا ساي بخرة ساي لكن لو زول خلى العبادة الصحيحة الصافية ولخبت بيقى يعبد غير الله وقال لا هل بيملك الضر أراد به ضرا هل غير الله بيقدر يحجز الله سبحانه وتعالى ها بيقدر يا أخي قل فمن يملك من الله شيئا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا يا أخي يا الله دا عظيم والله النازل ما بعرفوه والله يزول بي مش لي شيخ والله ما بعرف الله والله الذي رفع السماء ما قدر الله حق قدري يا أخي الزول بيعصي الله ليل نهار بيجيب قل لي يا غفور أغفر لي بيغفر ليه زول عليك الله بالليل يحضر في الحفلة يشاغل في البنات ويسمع في الغنى وما يصلي العشاء وينوم اشخر للصباح الله الصباح يرجع ليه روحه والله ما يقبض منه بالليل يرجع عليه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمع اصحى الصباح يفتح فتحت عيونه بدل اذكر الله واستغفر ويقوم يتوضى ويصلي يدردم في السفة لك والله أنا قبل ما أتسوق السفة دي بتوزن ليه راسي هدي فتلت ليه كنت ما جايب خبر ساي فتلت لك راسك يا مسكين خلتك عيونك زي العربية البطارية تتعبانة تولي عطط فيه اللي تكلاف في ساي دردم في السفة ويخدتها يقول لك الحمد لله الفتحنا وأنا ما بفتح ساي إتا سفتك دي فتلت لك راسك زولي يا أخي إصحاب ما يقدر يفتح إلا يفتش الكيس بيده تحت المخدأ وشيلي دردمه وهم غمد ويخدتها وهم غمد حتى يفتح دمت فتل التراسك دميزان عجلة مفتول خلقوا مفتول ولا خلقوا موزون تقعد تسيف يا أخي والله مصائب كثيرة جدا وناس ينادوا غير الله وبلاوي كثيرة جدا والكلام يطول فالرجل ددهم كلام بليغ قال لهم إني إذا لفي ضلال مبين لو مشيت ناديت غير الله وخليت عبادة الله سبحانه وتعالى ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون فالله قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون يعني دعوتي دي واضحة قال لهم كذي وأنا ما داسيها دمعنا الكلام إني آمنت بربكم فاسمعون لمو فيو قتلوه قيل ادخل الجنة خسران عليك الله زول قتلوه في الله سبحانه وتعالى شاندافع عن الدين خسران قيل ادخل الجنة موقف سجلوا في الدين وين الآن مواقفنا في الدين وين دعاة الشرك يا أخي ما بيخجلوا زول يقف فيه نص السوق يقول يا جماعة الحجبات دي بيه تلتمية لكن عشان كنت بخمسين كضي بسي حجاب تفتحه جوة تلقى بلاوي نجم وما بعرفه وقمره وارغام وبلاوي قل لك دا بيحفظ يا أخي الله قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين يا أخي يا أخي الله قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له والله الأحجاب يحفظك لا زول والله أمس واحد بتونس معاي قال لي ناس كتلون كتلون في معارك قال لي مرصوصين الواحد حجابه في يده مقتول إجي أخوه البليد يشيل الحجاب يلبسه وده كتلون قدامك هذا حجابه ما سوى لاشي إنت تجي تلبسه تاني لقال الله دا فهم دا شكيز زول العقيدة في غير الله دي ما صحيحة دا تاني بعتقد في أي شي كان قال له التراب دا فيه بركة يشيل طوال يسف تسف ما لك التاذو الشافع الشافع صغيره يقول لك كاكا كاكا بعد شوية هو كبير تلقي يسف في الكاكا دي ذات يا زول انت ما نقبط نقبط والله الذي لا إلى غيره مصائب كثيرة والكلام يطول فالزول يجعل عقيدة فيها الله صحيحة ويجتيت في طاعة الله أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وإيأخذ بناصينا جميعا إلى البر والتقوى جزاكم الله خيرا على حسن السماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد